اشتركوا في القناة اول اشي احنا حلقتنا بتتقسم لثلاث اقسام القسم الاول اللي هو هذا اللي احنا موجودين فيه اللي هو ثلث الاول هاد موجود في كل الفيديوهات لكل الابراج لكل شيء لانه هاي مقدمة بتشمل كل شيء عشان ما ظلش اعيد في نفس الحكي في كل حلقة لكل برج فباخذ الجزء هاد بنجله انا بحطه في كل التوقعات اول شيء اللي احنا منحب نحكي اذا انت حب ما بدك تسمع الابراج الكواكب الموجودة والزوايا والتأثيرات والتنقلات ما تسمع المقدمة الاولى ولا المقدمة الثانية اروح على الثلث الاخير واسمع التوقعات الاسبوعية لحالها وتفي بالغرض بحاول انا ادمج لك اياها بشكل مبسط هيك يعني وبشكل سلس وبحاول اجيب لك كل اشي العلاقة بتأثيرات الكواكب والزوايا احط لك اياها في التوقعات الاسبوعية فاروح على التوقعات الاسبوعية واسمعها اللي بحب يسمع معلومات عشان يتقف وعشان يفهم كيف علم الفلك وكيف منشتغل وكيف التأثيرات او شو سبب التأثيرات اللي بتصير عليه طولة الفترة هاي بقدر يتابع اللي هو الجزء الثاني اللي احنا بنحكي فيه عنه عن الكواكب وين موجودة في اي بيت لاله كل بيت هذا ايش التأثيرات اللي بسويها عليه ان كان ايجابية او سلبية بالنسبة للتوقعات انا ما بجامل فيها يعني اللي بنتظر انه هو بدي يسمع اشياء ايجابية فقط لا غير وامدح له او رجي الدنيا البحر الطحيني واخلي يعيش انه يعني كل كنوز الارض وكل الارباح وكل العاطف وكل الدنيا طبعا هذا الاشي مش رح تجده عندي اذا برجك بحكي هذا الاشي رح احكيه لك ايا اذا بحكي عقص هذا الاشي رح احكيه لك ايا لانه انا بالنسبة للي لا بجاملك ولا رح اجاملك ولا مستعد اني انا اجاملك لاني انا بدي اعطيك اشي انت تستفيد منه يكوني حاكي الواقع تبعك او الوضع تبعك فعشان هيك اذا انت مش عاجبك عادي جدا اطفل فيديو واطلع منه مش اني يعني انا بتعالى عليك او انا بدي اسمعك حكي او يعني متجمل عليك لا على اساس انك انت ما تضيع وقتك وفي نفس اللحظة ما تنزل في الاخر يعني انه ما فهمت اشي وما عجبتك الموضوع او ما عجبتك الطريقة روح ابحث في قنوات فيه اشخاص ممكن بوصلوه لك المعلومة احسن مني انا الاشخاص اللي متابعيني واللي بعرفوا الاسلوب بتاعي بعرفوا انه انا بالتوقعات اليومية انا بعطيك 12 توقع او 12 بيت بشرح لك كل الاوضاع الحياتية تبعتك طول اليوم وكل الاحتمالات اللي ممكن انت تئما تستفيد منها او انك تكسبها او تحتاط منها عشان برضو المسألة الاخيرة اللي هي الطالع اللي هي المسألة المشكلة الاساسية لكل واحد بيجي بيسأل بيقول لي انت بتحكي عن البرج ولا عن الطالع شو الفرق بين البرج والطالع لما انا بحكي توقعات هي هي اذا بدي احكي عن البرج بدي احكي توقعات ولما بدي احكي اذا انت طالعك مثلا لنفترض جدي وطالعك لنفترض انه جوزة مثلا واجيت انا بدي احكي بدي احكي برج الجديد وبدأ احكي الجوزة فانا هيك حكيت البرج وحكيت البرج ولكن انت بالنسبة للك البرج الثاني هذا صار طالعك فعشان هيك بتروح بتسمعه اذا انت حابب تسمعه الان اللي ما بيعرف طالعه ما يكتب عشان انا اطلع له طالعه لانه استخراج الطالع يعني انا في عندي مهام مش سهل اني انا اقعد استخرج الطالع لكل واحد في اشخاص على القناة يعني اعضاء موجودين هدولا بساعدوا بعد مرات لاستخراج الطالع انا عشان اسهل عليك المعلومة في صندوق الوصف انا حاط لك رابطين رابط بشرح لك موقع وديك على موقع عشان تستخرج منه طالعك ورابط بشرح لك كيف تستخدم الموقع هات اذا انت ما بتعرف لا هاي ولا هاي حاط لك رابط في جدول بتقدر من خلال الجدول تاخد لاقرب منزل الى الطالع تبعك وصفات الطالع موجودة برضو بتقدر انت تسمعها وتتأكد انه هذا بنطبق عليك ولا ما بنطبق عليك خلينا عشان ما نطيل المعلومات خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية اول اشي عشان نحكي عن وضع الكواكب برج الجدي طبعا الجدي عانى من الفترة الماضية من ضغط عالي جدا على امور الها علاقة بالشراكة الشراكة المالية والشراكة العاطفية ومشاكل الها علاقة بالقانون او اوراق قانونية او اشياء الها علاقة بالمحاكم او الاطلاع على بعض المسائل القانونية بالفترة الماضية وكان في نوع من انواع الضغط هددت نوع من انواع الاستقرار عنده على مستوى العلاقة مع شركاء المال او مع شركاء العاطفة اللهم الازواج الان عطارد انهى عملية التراجع فرح يعطيك ايجابية على المسائل هاي اللي احنا ذكرناها بقوة وتصير الامور لمصلحتك وبرضو تجد حلول لالها والشمس برضو رح تنتقل للبيت الثامن يوم الاربعة فرح تعزز الامور المالية عندك المشتركة بشكل قوي جدا فممكن تحصل على دعم او مكاسب او قروض او ديون او مساعدات او تجد حلول لتسوية بعض المسائل المالية وبرضو رح يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى امور الها علاقة بالميراث او اموال مستردة في نشاطات رح تكون على مستوى الامور اللي الها علاقة بالبنوك والضريبة والتأمين ورح تكون برضو لمصلحتك اما بالنسبة للزهرة فهي احدثت بعض المفاجآت على يعني على موليد الجدي وخصوصا على مستوى ارتفاع الوزن على مستوى بعض التطورات الصحية اللي صارت عندهم بالفترة الماضية على مستوى اشياء ايجابية دعمتهم في مجال العمل ولكن انه ممكن الظروف كانت ضاغطة ما استغلوها بالشكل المناسب لسه الزهرة موجودة فممكن تحققهم مكاسب كثيرة او حلول لبعض الاشياء اللي كانت مخوفيتكم على مستوى العمل او على مستوى الصحة اما بالنسبة للبيت الرابع طبعا المريخ موجود فيه فهو اللي سبب مشاكل او خلافات او حدية بالطباع او سوء تفاهم على المستوى العائلي او خلافات على مستوى العقارات والبيوت او مشاكل على مستوى الامور الالها علاقة بالاوضاع العائلية يعني كانت الظروف ضاغطة بسبب تواجد المريخ اللي ضغط بشكل كبير على هاي الامور اما بالنسبة للمشتري وبلوتو وزحل الموجودين عندك بالجدي فهدولا خلوك تدخل في مراحل من الاكتئاب او التقلب بالمزاج او السلبية في بعض الاوقات السلبية النفسية اللي اثرت عليك بشكل سلبي كامل وبسبب انه هاي كلها عملت زوايا تقابل برضو مع الشمس وعطارد اللي موجود مقابلك فاثرت عليك على الوضع النفسي بشكل كبير اما بالنسبة لانبتن اللي في البيت الثالث فهو اثر عليك على مستوى التنقلاتك واتصالاتك وحواراتك وحتى خلى فيه نوع من انواع التردد في بعض المواقف وبرضو عمل عندك نوع من انواع خيبات الامل اثناء اجراء بعض الاتصالات او الحوارات يمكن ما كنت مقنعة زيادة عن اللزوم او ما كان الوقت المناسب لاجراء هاي الاتصالات او الامتحانات اما بالنسبة لأورانوس اللي في البيت الخامس فهو اللي بيحدث المفاجآت اللي بتكون يا ايجابية يا سلبية وبما انه موجود في البيت الخامس فكانت سلبيته ايجابيته بتيجي على المسائل اللي الها علاقة بالاحبة فعشان هيك يا خلافات او مشاكل ما بينك وبين الحبيب او ما بينك وبين احد الابناء او ما بينك وبين احد الوالدين او اتوطدت العلاقة بشكل معاكس تماما لكل اللي احنا ذكرنا يعني انها زادت العلاقة ما بينك وبين الاحبة او انها اتطورت مرحلة محبة لمرحلة اعلى او انه صار فيه ترابط او يعني تقارب كامل ما بينك وبين احد الوالدين وهدول اقل طبعا اللي حصلوا على الايجابيات الاغلب حصل على السلبيات خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية ونشوف القمر ايش رح يعطي من مفاجآت خلال هذا الاسبوع لالكم من صباح اليوم الخميس وحتى عصر يوم السبت القمر بيكون موجود بالجوزاء فعشان هيك واصلوا ما بداتهم فيه من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاذر من تراجع صحي ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون اكثر تنظيم واحسن ادارتها واتجنب اثارة العدوات واهمال وضعك الصحي خذ قسط من الراحة واهدأ وكون عند حسن الظن من عصر يوم السبت حتى مساء يوم الاثنين القمر بيصير موجود بالسرطان مقابلك مباشرة فعشان هيك بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة الشراكة المالية والشراكة العاطفية او ما بين الازواج ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة هاي فترة متوترة ممكن تتورط في ازمة ما تضطر للإبطاء من مسار الامور والخطوات او تغيير نمط معين ما في مشكلة من وراء هذا الموضوع ولكن انك تدرس المواضيع بثقة كاملة اهمش انك بالفترة هاي ما توجه انتقاد لاحدهم من مساء يوم الاثنين وحتى منتصف ليل يوم الاربعاء على الخميس بصير القمر موجود بالاسد بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة او من تعويض ولكن من جهة اخرى يجب الحذر من اي شراكة مالية جديدة ممكن تناقش موضوع تمويل او قرد وممكن تحصل على تسوية اللي انت بتحلم فيها ممكن تناقش مواضيع مهمة وتجتاز امتحانات صعبة عالج شؤون العائلية المهمة بالفترة هاي من منتصف ليل يوم الاربعاء على الخميس حتى فجر يوم السبت القمر بصير موجود بالعذراء عشان هيك يبتنشطوا في امور العلاقة بالسفر والاتصالات كونوا اكثر وعي على الطرقات وخاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك ممكن يتركوا اجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة تطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك فترة ايجابية جدا اهمش انك ما تضيع عليك الفرص هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء